على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد تقس بارد ليلاً على أغلب الأنحاء وكمان بنشهد شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية وسط سيناء مدن القناة وشمال الصعيد وكمان هيكون فيه أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة خلينا نعرف تفاصيل أكتر من آية الجو فعلاً يا أسماء برد شوية عن بداية الشتاء يعني النهاردة كمان وأنا جاية الصبح كانت الدنيا بتمطر مطر خفيف كده لكن أجواء شتوية يعني أنا من أول الشتاء تقريباً ما حضرتش مطر للنهاردة فدي معناه يعني الجو كمان بارد جداً النهاردة فيه الساعات الأولى من الصباح يعني وطبعاً بالليل متأخر كمان الجو بارد جداً ترجمة ده بتكون إيه على درجات الحرارة ده اللي هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي من بيان هيئة الأرصاد الجوية وطبعاً البداية من محافظات الوجه البحري القاهرة النهاردة بتسجل 19 درجة والصغرى 11 درجة وده هيتقارب مع كل محافظات الوجه البحري حتى العالمين الجديدة كمان أبرد سنة بسيطة يعني فرق درجتين في العظمة والصغرى هتكون 13 لو شفنا بقى اسماعيلية والسويس وبورسعيد وبين 18 وال19 وبالليل المتوسطات الطبيعية مقدرش أقول إن دي أجواء باردة خاصة بالليل يعني عند 12 و14 هي دي المتوسطات الطبيعية من بداية الشتاء بينما العظمة هي اللي قال الدرجتين 3 عن اليومين اللي فاتوا كانت قريباً 21 و 22 النهاردة بتسجل 19 و 18 برد سنة بسيطة عن اليومين اللي فاتوا نتجه إلى شرم الشيخ والغرداء شرقاً على سواحل البحر الأحمر هنلاقيها 22 و 21 والصغرى 14 مازالت أجواء دافئة يعني الشتاء في مصر هو شتاء دافئ جداً ومناسب كمان للسياحة اللي بيبقوا بلدانهم يعني باردة جداً زي أوروبا مثلاً أوروبا برد جداً السنة دي وتوقعات بتقول إنه السنين اللي جاية كمان في أوروبا هيكون شتاء قارس البرودة أكتر من كده وهم عندهم مشكلة طاقة كمان فيعني بندعوهم بقى إن هم يجوا يقضوا فصل الشتاء كل سنة في مصر بزداد شرم الشيخ والغرداء من المحافظات السياحية كمان وسياحة الشاطئية اللي بتمتاز بيها فبيبقى جوا مناسب جداً إن هم يجوا يزوروا المناطق دي طبعاً لقصر وأسوان كمان بتبقى لطيفة جداً في التوقيت ده من السنة هنروح لها دلوقتي ونشوف فيها درجات الحرارة كامل النهاردة بس الأول نبص على مدن الصعيد المينيا وأسيوت ما بين التسعتاشر والعشرين الصغرى فيها هتكون تمن درجات والفيوم ومتوسطات الطبيعية كلها سانت كاترين بالليل برد شوية تلاتة وده برضو العادي بتاع سانت كاترين لقصر وأسوانهم عندوا واحد وعشرين والصغرى هتكون عشرة وحداشر والوادي جديد برد النهاردة جداً بتسجل سبع درجات ربما هي الأبرد بعد سانت كاترين النهاردة في كل محافظات مصر الوادي الجديد النهاردة سبع درجات أجواء باردة جداً لكن الظواهر الجوية المختلفة بعزين التطامن عليها زي الأمطار زي الشابورة من ضفتي على تليفون الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أهلا بيك يا دكتورة منار صباح الخير أهلا بيك أستاذ آية صباح الخير على حضرتك وعلى كل استاذة المشاهدين الجو النهاردة هيكون عامل إزاي من حيث الظواهر الجوية المختلفة ارتفاع الموج في البحرين الأمطار هتكون موجودة فين هل هتوصل لحد السيول ولا لأ أو طبعاً الكتلة الهوائية الباردة دي هتكون مؤثرة أكتر على أي من المحافظات هو بالفعل خلينا نقول إن دربات الحرارة بدأت تنخفض وأحساسنا كمان دي دربات الحرارة بدأت نحس بي الأجواء الشتوية بشكل كبير لأن مصادر الكتلة الهوائية بالفعل قادمة من مناطق منخفضة بشكل كبير في قيم دربات حرارتها كتلة الهوائية القادمة من جنوب أوروبا كمان وجود منخفض جوي في طبقات الجوي العليا ده بيعمل على وجود الصحب المنخفضة والمتوسطة وجود الصحب بشكل كبير بتاحل الجزء من أشعة الشمس فيتعد على إحساسنا بنخفض درجات الحرارة ففي درجات حرارة منخفضة وحاولة كمان المعدلات الطبعية دي الأجواء الشتوية المعتادة المستهزة لوقت الملعام أجواء ما بين مائلة لدفء المائلة للبرودة خلال فترة النهار في أغلب محافظات الجمهورية ويمكن كمان في نشاط نزلي لرياح فترة الصباح ما خلينا نحس بالبرودة أكثر دايما نوجود نشاط لرياح أو نسبة هوا موجودة في الجو تخلينا نحس بالبرودة وتخلينا نحس من قيم درجات الحرارة منخفضة كمان فترات دي الأكيد مع ريابة شعة الشمس بإبتام بيكون في مزيد من انصفات في قيم درجات الحرارة صغرى فترة ما بين العشرة والإثناشر درجة مقوية في المناطق الشمالية محافظات السعيد 7 و 8 درجات وأحيانا بتوصل في الأن لست درجات بعض الأماكن أجواء شديدة في الجرودة فترة الليل بشكل جديد خاصة في فترات الليل المتأخر اللي هي وقت الفن ووقت الصباح وده احنا شعارين به دكتورة منار ان احنا بننزل الصبح بدري جو برد جدا بالليل الجو بيبقى برد جدا ما بينهما بقى وأثناء سطوع شعة الشمس الجو بيبقى دافئ ولطيف ومناسب لكل الأنشطة الصباحية بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهاية الأرصاد الجوية على هذه التفاصيل